اهلا بحضراتكم من جديد مسبحة العدالة بين الصدفة والارادة اللي حصل في مباراة دورو 16 بين الاهل وبيرامدز مسبحة حقيقية للعدالة هتقول لي لصارتي اخطى اه لصارتي اخطى عنده اخطاء كتيرة عنده اخطاء كتيرة وليد ازاره اهدر فرصة غالية جدا اهدر فرصة غالية جدا بس الديني حق ورمين البحر لان انا الحقيقة كتير لما بلاحظ ان الناس اللي مش عايز ان الجمهور يقول عصر بيعلقوا اخطاءهم والهزيمة على التحكيم يبقى الكلام لا احنا ما بنقولش الحكم ما اخطأش الحكم اخطأ وقرات مؤسرة ده لا يعفي ولا ابدا يغض الطرف عن اخطاء فنية في الملعب لان انا فيه تقديري مباراة زي دي الاعداد النفسي اللي اللعبة لها اللعب في حد ذاته يتحمل هذه المسؤولية بنسبة كبيرة جدا انت بتلعب مباراة فيها كتير من معاني رد الاعتبار لهزيمة سبق لها مبارتين وانت بتلعب وانت بتدافع عن هيبة بطل الدوري وانت بتلعب عشان تسبت الفرحة وحقك في ان انت تكمل موسم كويس وانت بتلعب وانت عارف ان النادي الاهلي جمهوره لا يشبع من البطولات وانت بتلعب وعندك دافع كبير جدا لمواجهة خاصة مع هذا المنافس كل دي دوافع كانت المفروض تكون كافية جدا ان احنا نلعب مباراة اقوى من كده بكتير على صعيد الفن وعلى صعيد الروح بجانب الاخطاء الفنية يعني اللعيبة عندها جزء كبير من المسؤولية المدير الفن عنده جزء كبير جدا جدا من الادارة الفنية للمباراة سواء قبلها او اثناءها او في قراراته التبديلية لكن انا اقصر اه اتحاسب بس ديني حقه هل الاهلي خات حقه ام انها مسبحة عدالة حقيقية لا هي مسبحة عدالة حقيقية لانها متكررة متكررة طبعا يعني ما هيش صدفة يا سيد ابراهيم انا اساعات كده اقعد افكر في اللي بيحصل حوليه عشان اوصل مواراة ظاهرة يعني طيب يطلع سامير عثمان يقولك انا معرفش حاجة عن التعيين المدرد بلا ان انا لسه ما استلمتش اما سؤوليتي عن تعيين الحكام تبدأ بعد نهاية الموسم اللي بينتهي بهذه المباراة مش عارف ليه ينتهي بهذه المباراة الحقيقة يعني لان هي المتبقية وان كان فيه مباراة اخرى اه اه في دور الثمانية مع ليه طيب مين اللي عين وهناك تأكيدات من داخل اتحاد كرة القدم ان سار رسولة ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده طيب تخليني اقولك عن ناحية الصحفية بكل الوضوح اللي تردد جماعة وانتشر انه كابتن سامير عثمان رئيس لجنة الحكام ما يعرفش عن تعيين طاقم حكام مباراة الاهل وابيرامنس ده كلام غير دقيق ونقدر نأكد على انه يوم الاربع تم الاتصال بتوافق بين الكابتن سامير عثمان رئيس اللجنة والكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد والتلاتة توافقوا قبل ما يعودوا على جهات جريشا وما فكروش في بديل وعايز اقول لكم ان يوميها كلموا الكابتن جهات جريشا خد بالك عندك مباراة وما قالولوش مباراة الاهل وابيرامنس طب ليه قالولو عندك مباراة ومسموهاش قالك لان احنا بنعتاد دايما وابدا عشان حكم ياخد بالو في التدريب بحيث انه على المستوى البدني والزاني يجاهز نفسه عنده مباراة بقى اديك المفاجئة بقى لكنه صوت سويلا رجع يوم وجمع والنبي بس اسبر بس على فئنا اصلا كنت قلت جملة انا مش بقاطعك لا قول بس انا قلت جملة لفتت نظر الحاجة جملة واحدة يا ابراهيم والنبي بقى خلينا قلت جملة دلوقتي بتقول انه قالولو عشان يجاهز نفسه اي قبل ما يعمل الماتش ده ناس بعطتلي قالتلي انه كان بيحكم في ماتشات ودية مباراة ودية في مركز شباب طب اتفضل فد اهلية يبقى بتقول له قبل اي عب يوم عشان يستعيد الايه عشان يلحي يلعب الماتش الودي اه اللي في ميت جنيه ولا مية خمسين جنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر